تعليق العلماء عن صيام النبي في شعبان رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان وإنما كان يصوم أكثره وأشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أعلمته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان وفي رواية له أيضا عنها قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان وفي رواية له أيضا أنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان وفي رواية له أيضا قالت ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان وفي الصحيحين عن ابن عباس قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان رضي الله عنهم جميعا وروا عبد الرازق في كتابه عن عطاء قال كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملا ويقول ليصومه إلا أياما وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به وعن صيام الأيام المعلومة وكان يقول لا تصم أياما معلومة